علل لما يأتي المسافات البينية بين الظرات والجزيئات في المادة تمثل وضع اتزان لأنه عندما تعمل قوة تجازب على اقتراب الجزيئات تتولد قوة تنافر تمنع هذا التقارب حتى تظل المسافات البينية ثابتة علل يبقى الإلكترون مقيدا داخل الظرة لأن طاقته وهو حر أكبر من طاقته وهو مقيد داخل الظرة ويحتاج لطاقة خارجية لكي يتحرر علل لا نرى المسافات البينية بين الظرات أو الجزيئات لأن المسافات البينية أصغر من الطول الموجي للضوء المرئي الذي ترى به العين الأجسام علل لا يتواجد إلكترون بين مستويين من مستويات الطاقة لأن طاقة أي مستوى تتوقف على ردبته مضروبة في مقدار سابت ولا يمكن أن تكون ردبة المستوى إلا مقدار صحيح علل تعود الظرة المسارة إلى مستوى أدنى للطاقة بعد زمن متناهي في الصغر لأنه كلما زادت قيمة مستوى الطاقة يقل احتمال وجود الإلكترون فيه لذا تعود الإلكترونات بعد زمن متناهي في الصغر إلى المستوى الأدنى للطاقة علل عند ارتفاع درجة حرارة شبه الموصل تزداد توصيليته الكهربية لأن ارتفاع درجة الحرارة يسبب كسر بعض الروابط وانطلاق الإلكترونات من روابطها التي تعمل على زيادة التوصيلية الكهربية لشبه الموصل علل لا تسمى زر شبه الموصل التي كسرت إحدى روابطها لأن الفجوة الناتجة مكان الإلكترون المنطلق تقتنس بسرعة إلكترون آخر من إحدى الروابط أو من الإلكترونات المحررة فتعود متعادلة علل عند الاتزان الحراري لا تحد زيادة في عدد الإلكترونات المحررة أو الفجوات الموجبة الناتجة مكان الإلكترونات لأن عدد الروابط المكسورة في الثانية يتساوى مع عدد الروابط التي يتم تكوينها أو التأمها في الثانية فتصبح عدد الإلكترونات والفجوات الموجبة سابتة علل وجود شائبة من الأنتيمون في بلورة سيليكون يزيد من توصيليتها لأن زرة الأنتيمون عندما ترتبط بالزرات المجاورة لها من السيليكون تشارك بأربعة إلكترونات ويتبقى إلكترون حر ينضم إلى رصيد الإلكترونات الحرة الناتجة عن كسر الروابط بالحرارة فتزيد توصيليتها علل تستخدم أشباه المواصلات كمحسات لقياس درجات الحرارة والتلوث بأنواعه لأن أشباه المواصلات لها حساسية عالية للعوامل المحيطة بها مثل الحرارة والضوء أو التلوث علل في حالة توصيل الأمام للوصلة الصنائية تسمح بمرور التيار الكهرابي خلالها لأن المجال الناشئ عن البطارية يكون ضد اتجاه المجال الداخلي فيضعفه وتقل المساحة القالية من الإلكترونات الحرة أو الفجوات الموجبة ويقل الجهد الحاجز وبذلك يمر تيار كهرابي في الوصلة علل في حالة التوصيل العكسي لا تسمح الوصلة بمرور تيار كهرابي خلالها لأن المجال الناشئ عن البطارية يكون في اتجاه المجال الداخلي فتزيد المساحة الخالية من الإلكترونات الحرة أو الفجوات الموجبة ويزيد الجهد الحاجز وينتج عن ذلك زيادة كبيرة في مقاومة الوصلة تمنع مرور التيار علل القاعدة في الترانزيستور لها عرض صغير جدا حتى لا تستهلك نسبة عالية من التيار في ملء الفجوات الموجبة في النوع نبي إن وتستمر الإلكترونات في حركتها لتصل إلى المجمع علل تفضل الإلكترونيات الرقمية عن التناظرية لأنه في الإلكترونيات الرقمية يمكن التخلص من التيارات العشوائية والتشويش والضوضاء الناتجة عن الحركة العشوائية للإلكترونات وتصل المعلومات في الكود 1 وصف دون وجود التيارات العشوائية وتتكون الصورة دون تشويه